انطلقت في الجزائر عملية تعقيم للمتاحف والمواقع الأثرية وتشمل هذه العملية التي بدأت من العاصمة 25 متحفا منها متحف الباردو والمتحف الوطني للأثار القديمة والفنون الإسلامية إذن في متحف الباردو حيث عصور ما قبل التاريخ والإنسان ستتم عملية تعقيم واسعة للكثير من القطع الأثرية المهمة وهو الموقع الأول في العملية والتي ستطال العديد من المواقع والمتحف في الجزائر متحف الباردو الذي يضم أكثر من 25 ألف قطعة ولوحة أثرية تعود لعصور ما قبل التاريخ عملية التعقيم التي شارك فيها أيضا عناصر مؤهلة من الكشافة الإسلامية الجزائرية في فترة هذه الحجر الصحي بما أن المتحف غالق ببانو نحن لازم علينا وعملية تقوم بها كل المتاحف العالمية وتعقيم هذه أماكن الدارية المقتنية المتحفية لا تخضر عملية التعقيم لأنها مؤقمة وفيه متباعة دورية من خبراء والناس ممستوهمش فيما يخص عمل التعقيم رأنا في حدود 500 متطوع يعني كقادة يعني يقوم بالعملية مستوى للجزائر العاصمة ويضم المتحف الوطني للأطار القديمة والفنون الإسلامية الكثير من القطع النادرة والنفيسة والمهمة والتي تؤرخ لنحو 2500 سنة في الجزائر تعمم على كل المواقع نحن اليوم فقط ضمن الانطلاق الأولى لهذه العملية هنا على مستوى متحف برضو وعلى مستوى متحف الأطار القديمة باعتبار أنها من أكبر المتاحف وتضم أكبر عدد من الزوار لكن العملية سيتم تعميمها ونحن نعمل على ذلك المتاحف الآن تأخذ منعرجا جديدا أكثر عسرنا من خلال عملية الرقمنة التي طالتها وتم تسريعها بسبب العملية الحجر التي عشناها أريد أن المتاحف مثلا مثل هذه المتحف الأطار القديمة يكون أكثر بداوجية أكثر قربا أكثر حذاتا طبعا نحن متفائلون جدا بأن هذه المواقع ستعود إليها الحياة عن قريب بعد نهاية فترة الحجر هذا لا يعني أن المتاحف توقفت عن العمل خلال هذه الفترة بالعكس تماما هناك زيارات افتراضية للمواقع أكثر إذن من موقع ومتحف جزائري ويعد بنحو 25 متحفا ستطاله عملية التعقيم الشاملة تحسبا لانتهاء الحجر الصحي وعودة الحياة إلى المتاحف محمد رادع الحرى الجزائر ترجمة نانسي قنقر